تحية محبة وامتنان مغلفة باحترام وتقدير نابع من القلب الخالص تحية خاصة إلى كل من توصل معي وكل من ألح على تواجدي ووطق في وفي أسلوبي في الحديث وفي التحليل شكرا لكم جميعا محبة فائقة شكرا إلى ميساء من تونس التي تمدني بمعلومات خاصة بالقضية في الخفاء هذه الفنانة الصغيرة شكرا إلى نرجس شكرا إلى أنا أنا شكرا إلى أسماء كثيرة يعني شكرا إلى رهام من مصر شكرا إلى كل المتتبعين فعلا أشكركم وشكرا على ثقتكم عدرا لم أذكر الجميع عدرا كذلك على الفيديو السابق كان على عجالة كنت متسرعا يعني بمجرد أن عدت من شاطئ البحر فورا قمت بالفيديو لأن الأحداث كثيرة والمعلومات كثيرة والمستجدات كثيرة والتطورات فاقت كل كل التصور يعني قضية انقلبت فعلا وتغيرت مضامينها وتغيرت تجاهات وتغيرت ما هي القضية يعني بعد أن كانت مجرد بلبلة حول القتل أو أصبح القتل واضحا بالنسبة لمن سألني عن فيديو الأصابع أهل ومفبرك أعتقد ريهام دكتور ريهام من مصر الفيديو صحيح ليس مفبركا لسبب بسيط جدا أن أحد أعضاء الشرطة الذي كان يتواجد أثناء التصوير قال بلغة المهرات لرئيسه في الشرطة قال له سيدي لا زال يحرك أصابعه حينها غطه على الفور يعني قالها بلغة المهرات وهناك أشخاص أعرفهم يتكلمون هذه اللغة في ليند ترجموا لي المضمون قال سيدي إنه لا زال يحرك أصابعه يعني هذه الشهادة حية وأكيدة على أن الأصابع كانت تتحرك بالإضافة إلى أن الأصابع فعلا ظهرت تتحرك لو تمت المشاهدة بالعرض البطيء أو بالزوم تقنية زوم ستظهر أن الأصابع تتحرك ربما ردت فعل تلقائية أو ذاتية لأنه كان يصارع ويدفع عن نفسه بتلك اليد الله أعلم على فكرة الفيديو أصلا صور بكابرة خفية في الخفاء ودون علم الشرطة يعني الشرطة لو علمت أن الشخص يصور لكانت منعته أو منعت تسريب الفيديو الفيديو الصورة دون علم الشرطة إذن لنراجع سويا ما الذي يحدث بالتطفل أيام القليلة السابقة أولا اختفاء ريا شاكربورتي من محل إقامتها أو هروبها أو فرارها يعني والشرطة تبحث عنها شرطة بيهار اختفت ريا هناك أقويل تقول أنها سافرت إلى كندا هناك من يقول أنها في مزرعة سلمان خان هناك من يقول أنها عند جافت أكتر هناك من يقول أنها عند ماهش بات اختفت هي وعائلتها وظهرت في فيديو تبكي فيه وتمثل وتقول أنني بريئة وأطلب العدالة وكذا وكذا يعني لو كنت بريئة فظهري يعني لماذا هربتي لو كنت بريئة لماذا اختفيتي كما قلنا هي مجرد كبش فداء وراءها أسماء كبيرة تحركها سيدهارت بيطاني أقواله متضاربة جدا حتى أحرج ومن البادي لانجوج طاهر أنه يكذب أحرجه أرناب قشوامي في ذلك اللقاء المباشر فانسحب ورمى المايكروفون وانسحب قال أنه كان يعطي سوشانت أدوية حين سألوا أرناب ما هي طبيعة الأدوية قال لا أعرف كيف ذلك يعني كيف تعطيها أدوية وأن أنت لا تعرف ما هي هذا شيء يدين سيدهارت هذا الموضوع سيدهارت على فكرة فره هاربا هرب إلى منطقة هيدراباد حيدر أباد هذه ولاية حيدر أباد على فكرة هند كبيرة جدا يعني لو هرب شخص لولاية أخرى صعب إيجاده لا تستهين بالموضوع يعني هنا الهند كالقارة يعني بلد متعدد ثقافات واللغات واللهجات والديانات وحتى هناك سرع بين حكومات يعني حكومة هيدر أباد ليست هي حكومة كذا كذا نفس سرع نلاحظه بين شرطة بيهار وشرطة بومباي شرطة بومباي متورطة يعني شرطة بومباي يعني كاريتا 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 أصدرت يعني قرارا أو بيانا كارثيا يعني حين سألتها شرطة بيهار أنها تريد الاستعانة بها في التحقيقات وأرادت ملف ديشا مديرة أعمال سوشانت السابقة التي قتلت بالفعل شرطة مومباي قالت أن الملف موسح بالخطأ والمدة ليست فقط لم تبر على مدة شهرين يعني عادة الملفات تمسح بعد عشر سنوات يعني شهرين وقد موسح الملف بالخطأ يعني تمس 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 معالم القضية والأدلة يعني هذا واضح نفسي بالنسبة لكوبر هورسبيتال كانت تتمس فيه كل 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 قضايا وتطبخ هناك يعني وتغير يغير سبب الوفاة وتاريخ الوفاة يعني هذا موضوع واضح جدا وكشف مؤخرا والد سوشانت دول 74 سنة ظهر مؤخرا في فيديو وأكد أنه اتصر بالشرطة وحضرهم أن ابنهم اتصر بالشرطة في فبراير نهاية فبراير شرطة مومباي وحضرهم أن ابنه سوشانت في خطر لكن لم يعير الموضوع اهتماما شرطة مومباي متورطة متورطة شرطة مومباي أصلا جزء من المافيا هذا واضح الحوار الذي أجري معاري الحارس الأمن الخاص لسوشانت كان مهما رغم أن الحارس لم يشاء أن يظهر وجهه يعني حفاظا على سلامته قال معلومات مهمة جدا قال أن سوشانت تغير كثيرا بعد أن عاد من السفر من أوروبا بصحبة ريا بعد أن عاد تغير كثيرا وأصبح طول الوقت نائما كسولا خاملا يعني لم يعد سوشانت الحيوي دائما نائم وريا غيرت كل خدم وكل أصدقاء وانفردت به وجعلته يتقوقع وكانت تضع له شيئا في الأكل يعني كنا نعتقد أنه دواء لكن اتضح أنه سحر أسود بعد أن يتناول ذلك الشيء يقوم بتنفيذ كل ما تطلبه كل ما تطلبه لإشارة بين قوسين الحارس الأمن الخاص بسوشانت صوته شبيه جدا بصوت سوشانت الجميع اللحظة ذلك وقد تعرض لتهديدات مؤخرا للأسف كما تعرضت النجمة كانجنرونوت أيضا لتهديدات وإطلاق النار بالقرب من منزلها كإشارة لتخويفها نعود لصدارت بيتاني هذا الصديق المخادع الذي قال أنه هو أول من أخذ جتة سوشانت من على الصقف ووضعها على السرير في نفس الوقت لدى استجواب سائق سيارة الإسعاف قال أنه بالعكس كان هو أول من أخذ جتة سوشانت من على الصقف ووضعها على السرير ما هذا التناقض في الأقاويل يعني التناقض يدل على شيء واحد أن الكذب حاضر وبقوة ما تلك الضربة التي كانت متواجدة على رأس سيدهارت بيتاني ليلة وفاة سوشانت كيف حدد ذلك ولماذا في تلك الليلة بالضبط ماهي شبهات لم يضع أي تدوين على تويتر رغم أنه كان نشيطا بشكل يومي على تويتر في نفس الليلة كان هناك حوارات مع أديتيا تكراي يعني هذا رئيس حكومة وفي وزارة سياحة وكذا وكذا وكان يتحدث مع كاران جوهر ومع شخص آخر لما أذكر يعني مع السورج بانشولي يمكن كانوا يتفقان ويقولان لقد تمت المهمة أنجزت المهمة كما نقول نحن تم الدعس يعني بتلك اللغة يعني اتفق على شيء وفعلها سيدهارت بيتاني لماذا ينكر معرفته بريا يقول أنه لا يعرفها وهي عملت له الطاق في كل الصور كيف ذلك يعني بالأكس يقولون أن هناك علاقة حميمية بينهما لأن سوشانت مسكين كان مستعملا فقط كان مستعملا وكان مستهدفا وهناك مخطط لتدمير مشواره الفني وإلهاء حياته نعود إلى هو لغز القضية مفتاح القضية هو أنتوي بامتياز هو مفتاحان ريا شاكرا بورتي وديشا مديرة أعمال سوشانت ديشا للأسف قتلت لا يمكن تعطينا معلومات لكن لماذا قتلت وفاتها مرتبطة بوفاة سوشانت أكيد عن ديشا البعض يقول تلك الرواية عن حملها من سورج بانشولي وأنه رفض الحمل فقتلها كما فعل عاجي يخان لا أعتقد لا أعتقد هو ليس مستبعدا من أبل لكن مستحيل أن يعيد نفس الكرة بنفس الأخطاء ديشا قتلت لأنها علمت ربما بمقتل سوشانت بأنهم يدبرون لقتل سوشانت باختصار وليس كما يقول البعض عرفت بتورط مافيا في بوليود أو بأشياء في المافيا أو علاقة بوليود بداود إبراهيم وهو رئيس في المافيا معروف لا لا باختصار ممكن ببساطة علمت بأن سوشانت سيقتل فقتلوها أو قتلوها كرمز أو كرسالة موجهة لسوشانت بشكل صريح نحن لا نلعب نحن نقتل من لم يستجب لطلباتنا ولرغباتنا نقتله لأن هذا هو نظام المافيا قتلوها ورموها من الدور الرابع عشر كما تعلمون وطويا الملف على أنها قد قضية انتحار كالعادة جوتة سوشانت تم التسثر عن كل معالمها وإخفاء كل دلائل كل دلائل تقريبا وإغفالنا ولكن البعض لاحظ أشياء مهمة يعني هناك دماء بالشرط الذي كان يلبس سوشانت لماذا لم تحلل شرطة مومباي ذلك الدم لمن يعود ذلك الدم أكيد كان هناك عراق يعني دماء من مع ضربة في الرأس لسيد هارت بيتاني يعني الأمور تتضح شيئا ما هناك أصلا محاولة للطعن في البطن لو لاحظتم في سوشانت هناك ضربة فوق العين يعني هناك ضربة كدمات فوق العين هناك كسر في الكاحل يعني تغادت الشرطة عن كل هذا شرطة مومباي للأسف الشديد متورطة بشكل تان على فكرة سوشانت توفي يوم 13 وليس 14 كان مقتولا يوم 14 توفي يوم 13 من يونيو جون ميتو شينغ أكدت أن شقيقة سوشانت أكدت أن ريا كانت تضع تتعاملت بالسحر الأسود لسوشانت ليطيع كل أوامرها وطلباتها ولا يصير يعني هينا سهلا بالنسبة لها وأكد الجميع يعني مدربه الشخصي وحارس أمني الشخصي أنه كان نائما طول الوقت مغيبا يعني في حالة خمول أو في حالة غياب يعني فقد حتى قدرته على الحركة وعلى التفكير ولم يعد ذلك الشخص الذي كنا نعرفه تلك الموهبة الطاغية والشخص الرياضي المتحمس ودو الفكر المتفتح النير للأسف يا أصدقاء السحر الأسود يفعل الكثير يعني السحر الأسود هو عبارة عن طاقة سلبية تدخل إلى الجسم الجسم تأكله يعني يتآكل الجسم يعني فينهي كل كل مواهب والطاقات وكل كل كل نشاط والحيوية داخل الجسم يعني يصبح شبه مية الشخص وسهل وسلس في التعامل ويطيع الأوامر دون أن يقول لا لا أستغرب أن السحر طال العائلة كلها لأنهم لم يحركوا ساكنا يعني كانوا مضعوطين أو عندهم رهب أو خوف يعني ربما سحر أسود أصب العائلة بأسرها لم يتحركوا وتصرفوا بشكل سلبي يعني حتى في آخر يوم لم يكونوا معه رغم أن من المفترض أن الشقيقة كانت ستزوره يومها لما لم تأتي شخص ما حدرها أو زوجها أو علموا بالموضوع مسبقا الله أعلم يعني هناك احتمالات فقط مطلوب من شرطة بيهار اعتقال أشخاص الأربع المتورطة ريا سيدهارت سانديب وديببيش الخادم يجب اعتقالهم قبل أن تتم تصفيتهم يجب اعتقالهم والتحقيق معهم سيدلون بالحقيقة أكيد قبل أن تتم تصفيتهم متورطون هؤلاء الأشخاص كل شيء أصبح واضحا وخصوصا الفرار هروبهم هروبهم أكبر دليل على تورطهم ريا هربت هي وعائلتها وسيدهارت بيتاني هرب إلى حيدر أباد هذا دليل على التورط أكيد متورطون أنكيتا الحبيبة السابقة لسوشانت أكدت أن سوشانت في الأوين الأخيرة كان ينوي الابتعاد عن ريا وتركها لأنها كانت تضايقه لم يحدد بالضبط تفاصيل لكن كان يتعرب لمدايقات منها وقال لأنكيتا أن ريا وعائلتها لن يتركانه بسهولة ريا كانت تشتري من ما استنزفته ماديا بشكل بشكل كبير اشترت الأشياء الباهضة التمن بأموال سوشانت كل ما تريد اشترتها بأموال سوشانت يعني استغلال مادي ومعنوي وفني وجسدي وانتهى بالقتل يجب أن تحاكم هناك أخبار في كواليس بوليوت تقول أن ماهي شبهات حقد حقدا شديدا على السوشانت حين رفض أن يقدم فيلما معه وهو استدقته حين رفض التمثيل فيه استدقته الذي عرض عليه شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر